مشاهدينا دلوقتي خلينا نسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء مع دينا الفضل يدين شكرا لك من التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ العملة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح اتثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العملة غير المنتظمة وخلال احتفالية عيد العمال بمصنع شرقية للسكر بالصلحية الجديدة وجه رئيس السيسي أيضا بالبدء في صرف قيمة إعانة عاجلة للعمال غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها ألف جنيه واشهد الرئيس السيسي على أنه مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو في العالم لا أحد يستطيع المساز بنا طالما نحن على قلبي رجل واحد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيقة وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن كافة الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث الجارية في السودان الشقيقة وفي ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر كدولة جوار مباشر كما وجه مدبولي باستمرار انعقاد مجموعة الأزمان لمتابعة المستجدات أولا بأول مؤكدا ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالسودان وأن مصر تقف بجانبها أو بجانب السودان وشعبه الشقيق في أزمته الراهنة تنظم تنثقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون سياسي اليوم بعنوان التنثقية والحوار الوطني يناقش الصالون مقترحات أعضاء التنثقية في المحورين الاقتصادي والمجتمعية وذلك خلال جلستين الأولى تتناول عجز الموازنة وريادة الأعمال ومعوقات الاتثمار فضلا عن الشراكة بين القطعين العام والخاص أما الجلثة الثانية فتتناول المحور المجتمعية وتنقش ملفات تجديد الفكر الديني والاهتمام بقصور الثقافة والحفاظ على الهوية والصحة النفسية بالإضافة إلى التعليم أعلنت تواكالة الأنباء السورية سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرات إسرائيلية في محيط مدينة حلب شمال سوريا وأوضحت سانا أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ مشيرة إلى أنها تجري عملية تقييم الأضرار الناتجة عن هذه الغذوات وأضافت سانا نقلا عن مصدر عسكري أن القصف أدى إلى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص أعلنت الولايات المتحدة أنها سلمت ما يقرب من 100% من المساعدات العسكرية التي طلبتها كييف لشن هجومها المضاد وقال المتحدث باسم المجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الإدارة الأمريكية تتوقع استمرار تلقي الدعم من مجلس الشيوخ فيما يتعلق بتقصيص حزم مساعدات دفاعية جديدة في الأيام والأسابيع المقبلة كما أعلن المساشر الألماني أولاف شولتس أن بلاده لن تتخذ خطوات أحادية الجانب بشأن مسألة إمدادات السلاح لأوكرانيا وقال شولتس أن ألمانيا تبدل قصار جهدها لضمان عدم حدوث تصعيد في اتجاه الحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلنطي حذرت توازيلة الخزانة الأمريكية جانت ييلن من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل ووسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع صقف الاقتراض وأكدت ييلن في رسالة إلى رئيس المجلس النواب الجمهوري كابين ماكارثي ضرورة أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق الصقف الدين على نحو يسمح للحكومة بمواصلة سداد مدفعاتها وفي الأسبوع الماضي صوت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقدي برفع صقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف ختم ومجاز التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر